السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا شهياس الحبيب سؤالي هو هل واجب علينا أن نطبق الشريعة الإسلامية في زماننا ولماذا الدول التي طبقت الشريعة الإسلامية يعني جميعها لم تنجح في النهوض الاقتصادي وتطورها وشكرا بارك الله بكم وجهكم هذا السؤال تفضلوا الشيخنا شكرا لكم شكرا للأخ السلام الكريم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته نقول في جواب مسألته نعم وأرجو أن يفهم جوابنا كما هو فنقول نعم يجب علينا السعي لتطبيق الشريعة لكن مع الإقرار بالعجز عن تطبيقها تمام التطبيق ما أدري مفهوم الكلام يعني ماذا نقول نقول للناس آه نحن نسعى نحن نسعى أن نطبق الشريعة ما أمكن ولكن سلفا نقول نحن عاجزون عن تطبيق الشريعة لأننا لسنا أئمة الشريعة لسنا أئمة معصومين لا ندعي أن الذي نطبقه بتمامه بحدوده بحذافيره هو حكم الله وأننا مصيبون فيه فقد نصيب وقد نخطئ إذن هو ليس حكم الله بل هو حكم الاجتهاد الاجتهاد في حكم الله يعني في تحري حكم الله في معرفة حكم الله عز وجل وأحيانا يكون الاجتهاد في تطبيق حكم الله على المصاديق على الموارد على الموضوعات فقد يكون لدينا حكم كلي حكم مجرد يحتاج إلى إعمال نظر في أن هذا الحكم ينطبق على هذه الواقع أم لا ينطبق يمكن تطبيقه في هذا الموضوع أو لا يمكن تطبيقه في هذا الموضوع هذه كلها أمور خاضعة إلى عقولنا البشرية المحدودة قدراتنا البشرية وإدراكاتنا البشرية المحدودة إن الذي يطبق الشريعة حقا وصدقا لا يكون إلا معصوما من نبي أو وصي أما غيرهما فيصيب ويخطئ فإذا نحن نسعى لتطبيق الشريعة ولكن مع الإقرار بالعجز عن الإصابة في تطبيقها ولنا في ذلك كلام سبق في بعض محاضراتنا التي كانت تحت عنوان دولة الأكارم قلنا هناك إن هذا الذي نفهمه مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الحكم على سبيل المثال هناك وصية نبوية خالدة كان النبي صلى الله عليه وآله يوصي بها أمراء السرايا والبعوث وممن رواها ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في الكاف الشريف جاء في هذه الوصية أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل إلى أن يقول انتبهوا وَإِذَا حَصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ فَلَا تَنْزِلْ بِهِمْ يعني شوف إذا يجوا قالوا لك إحنا نريد حكم الله فينا لا تنزلهم على حكم الله لا تقول لهم إني سأطبق حكم الله فيكم ولكن أنزلهم على حكمكم قل لا أنا أطبق فيكم حكمي أنا طيب ليش؟ ليش مو حكم الله قال ثم اقضي فيهم بعد ما شئتم فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا أنت إذا تجعل اجتهادك البشري هو حكم الله أنت غير ضامن أن تصيب حكم الله أم لا تصيب فشلون تدعي هذا حكم الله؟ أنت معصوم؟ شوفوا صاحب أو أمير السرية هذا أمير أمير يعني حاكم بس حاكم جزئي على مستوى السرية على مستوى الرقعة الجغرافية التي سيحكمها لفترة في بعثه في سريته سيحكم أهل ذلك الحصن مثلا صحيح؟ مع أنه في زمان النبوة النبي صلى الله عليه وآله حاضر موجود أو موجود حاضر مع ذلك نهاه رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدعاء أنه يطبق حكم الله وذلك لأي شيء لانقطاعه الجغرافي عن المعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله هو خرج من المدينة بسرية راح إلى مكان هناك يصيب أو يخطئ إذ هناك انقطاع صحيح عن المعصوم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا ما لك حق تقول هذا حكم الله تصيب وتخطئ أنزلهم على حكمك يقول أنا أجتهد أشوف أنا حكمي هذا بعد ما أدري حكم الله يوافق ذلك أو لا أو يوافق حكمي حكم الله عز وجل ما أدري أتحرأي أجتهد إي نعم ولكني لا أدري لا أضمن لا أضمن لكم أن يكون هذا حكم الله انقطاعه عن المعصوم جغرافيا يمنعه عن الدعاء أنه يطبق الشريعة ويلزمه الإقرار بالعجز عن الإصابة في تطبيقها فكذلك الحال في زماننا نحن منقطعون عن المعصوم عليه السلام المعصوم موجود لكنه غائب بسبب ذنوبنا نحن وتقصيرنا نحن وظلمنا لأنفسنا فغيب الله حجته عنا فصرنا منقطعين عن إمامنا عليه السلام نحن في زمان غيبة هذا الانقطاع يلزمنا أن لا ندعي أننا مصيبون في تطبيق الشريعة وأن لا ندعي أن حكمنا حكم الله بل هو حكم الإجتهد ونحن نعلم أن واقع اليوم إخواني لا يسمح لنا في كثير من الجوانب أن نطبق ما نظنه حكم الله جل وعلا فهناك نظام دولي خاص يضطرنا إلى القبول بأشياء أو رفض أشياء ليس في مكنتنا في الوقت الحاضر تغييرها العالم اليوم مثلا في نظام دولي تقوم عليه قوة عظمى هي المتحكمة في العالم إجمالا وهي قوة الولايات المتحدة الأمريكية هناك واقع موجود صعب عليك أن تغيره بهذه السهولة يعني أنت تريد حكم الله جل وعلا مو صحيح تريد هكذا مثلا خلص إذا تريد أن تعمل بحكم الله تماما حكم الله يمنع الربا تماما صحيح والتعامل مع البنوك الربوية وكذا النظام الاقتصادي العالمي كله قائم على الربا كله كله كل العمولات مرتبطة بالدولار والدولار قائمة على الربا والبنوك العالمية كلها قائمة على الربا من البنك الدولي اللي يقرض الدول إلى أصغر بنك تريد ترجع إلى الدينار والدرهم يعني تسك العمولات الدينار والدرهم ما حد راح يشتري منك هذا الدينار والدرهم وخلص اضيع معيشة الناس الناس بعد يموتون جوع ماكو دولار بعد خلاص راح انتهي شلون تقدر هذا انتهي تغيره بجرة قلم خلاص ما يتغير بين ليلة وضحاها ما يتغير يحتاج إلى مقدمات هائلة ربما تمتد ما أقول لعقود ربما تمتد لقرون لأنك إذا تريد تغير النظام الاقتصادي العالمي بأكمله اللي قامت عليه معيشة الناس وأمم وشعوب الآن كلها تاكل من هذا النظام تريد كل هذا انتهي تغيره بين ليلة وضحاها خلاص ما يتأتى يتأتى للمعصوم هذه تصير معجزة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ظهر في في أمة أيضا كانت تقوم على الربا هذه أمة العرب ما شهم شغلها كلها على الربا كان في عشر سنوات قضاء على الربا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر على ذلك أنا وإنت نقدر على ذلك مئة بالمئة ممعلوم فإذا المسألة تحتاج إلى مقدمات إلى تحضيرات إلى تهيئات كثيرة إلى صعوبات كثيرة فيها صعوبات وتحديات كثيرة فإذا كيف يمكن لنا في ظل هذه الأجواء في ظل سيادة أميركا علينا مع الأسف وما فرضته علينا من نظام سياسي نظام اقتصادي نظام اجتماعي أحيان حتى نظام ثقافي أنت نص شبابك إلا لاني لبسون جينز هذه ثقافة إسلامية مثلا نص شبابك يقص لقصات المدرشين وكل ما يشوف لفلم غربي لو يشوف لما أدري ممثل غربي قاص لقصة جديدة تقليعة يسمو تقليعة جديدة موضة جديدة راح قلده فورا سوى مثله هم تغلغلوا في ثقافتنا في اقتصادنا في مفاهيمنا في أفكارنا حتى امتد يعني تأثيرهم حتى على بعض علمائنا مع الأسف فصاروا من حيث ولا يقصدون من حيث ولا يشعرون يقرؤون الشريعة ومفاهيم الإسلام بالعين الغربية شايف شلون يعني يكيف المفاهيم الشرعية بالتكيف الغربي بظن أنه تكيف حضاري منبعث من عمق وأصالة وحضارة الإسلام والحال أنك إن نقحت هذه المسألة علمت أن هذا من طغيان الثقافة الغربية عليه وعلى وعلينا جميعا نحن لا نستطيع أن نضمن ونحن في عالم تسوده تلك الثقافة تسوده تلك النظم التي جاءتنا من الغرب لا يمكن أن نضمن أن الذي نطبقه حقا هو حكم الله وهي شريعة محمد صلى الله عليه وعلي هذا أمر نحن قاصرون عنه قاصرون ولكن من جانب آخر لا ينبغي أن نقصر يعني حتى القاصر الذي يعلم أنه لا يمكنه أن يفعل شيئا ما لأنه معسور بالنسبة إليه فلا أقل فليفعل ميسوره لا يقصر في الميسور عندنا قاعدة شرعية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور يعني شوف إلى أقصى مدى تستطيع أن تتقدم أقصى حد وهذا إن شاء الله يرضي الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا أسعى وهناك أمثلة لذلك مثلا كان هناك حاكم يحكم الأهواز في زمان الإمام الصادق عليه السلام هو يحكم هذه الرقعة الجغرافية واسمه عبد الله النجاشي رحمه الله حاكم صالح كان لكن هذا الحاكم الصالح كان اسميا خاضعا لحكم جائر وهو الحكم العباسي فهو وال من قبل العباسيين على الأهواز هناك قوة عظمى كانت تحكم آنذاك وهي قوة العباسيين زين هذا الرجل إذا أراد أن يطبق حكم الله يمكن له أن يطبق حكم الله بتمامه بكماله في ظل حكومة العباسيين يقدر ما يقدر فما المطلوب منه إذا كان ذلك معسورا إنما يحاسب على الميسور جزئيا لا بأس طبق ما تستطيع تطبيقه جزئيا لو رجعتم إلى الكافي الشريف لوجدتم كتابه الذي كتبه إلى إمامنا الصادق عليه السلام وجواب إمامنا الصادق عليه كتب إلى الصادق عليه السلام إني بليت بولاية الأهواز فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حدا أو يمثل لي مثالا لأستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله فعسى يخلصني الله بهدايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده شوفوا شلون حاكم صالح كان اللي مهموم مغموم بسبب أنه قد أعطي هذا المنصب يعلم أن حكم العباسيين حكم جائر وأن الحكم الصحيح هو لأئمة أهل البيت عليهم السلام وأن الحاكم الشرعي ليس ما أدري الدوانيقي مثلا وإنما هو الإمام الصادق عليه السلام فكتب سرا إلى الإمام الصادق يعبر فيه عن همومه وغمومه إذ بولية يقول بوليت بولاية الأهواز هاي بلية أنت اكتب لي المنهاج أنا شنو أسوي حتى الله يخلصني من هذا الذي أنا فيه أنجو يوم القيامة الآن أصحاب المناصب هكذا يفكرون هكذا يعيشون همًا وغمًا أم يعيشون طربًا وفرحًا ما الصور حضرة جنابة من يكلفه بمنصب معين يعني شنو يعني هذا يوم عرس هذا يعتبره الغبي الجاهل ما يدري وراء ذلك ماذا ما الذي ينتظره كلما اتسعت رعيتك كلما اتسعت مسؤوليتك كلما تضيقت عليك حلقات النيران على رقبتك مثلاً مو عين هذا إنه واحد يجي يحكم ناس إذا امرأة أرمل أو يتيم هناك كان يصرخ ما لاقي وإنت نايم بالليل شوف الله شي يسوي بيك يوم القيامة ولذلك الأبرار والصلحة عادةً يفرون من المناصب من الحكومات من الولايات من الرئاسات يخافون يرتجفون بس من جانب آخر هم مكلفون أيضاً بإغاثة الملهوف والسعي لنصرة المظلوم ورفع الظلم عن الناس وعن الشعوب قدر ما استطاعوا هذا الرجل عبد الله النجاشي كان صالحاً كان والياً صالحاً ولذا استفتى إمامه عليه السلام كتب إليه هذا الكتاب فانظروا الإمام الصادق عليه السلام بماذا أجابه؟ أجابه بكتاب جاء فيه وأما سروري بولايتك فقلت عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمد عليه السلام ويعز بك ذليلهم ويكس بك عاريهم ويقوي بك ضعيفهم ويطفئ بك نار المخالفين عنهم يعني أنت هاي وظيفتك على الأقل هذه الأمور حاول تحققها هذه الأمور التي قد تبدو جزئية لأنه أنت مضطر لا تستطيع يعني أنت إذا أردت أن تقيم حكم الله مئة بالمئة فيجب أن تقتلع العباسيين أصلاً وما يصير هم مهيمنون على المشهد السياسي على المشهد الإقليم مثل ما في زماننا أمريكا والدول العظمى هذه مهيمنة علينا شو نسوي يعني ما تستطيع كل هذا الغي بين ليلة وضحاها يحتاج الأمر إلى سعي طويل ينتقل من جيل إلى جيل في كثير من الأخيان فلذا على الأقل ما تستطيع تطبيقه طبقه ولو بهذه الحدود إغاثة الملهوف إكساء العاري إشباع الجائع رد نار المخالفين عن الشيعة يعني الظلم المخالف أنت الآن حاكم الأهواز وتدري هؤلاء يظلمون حاول قدر ما تستطيع ترد ظلمهم بعد صارت عندك حكومة ولو مصغرة سوي اللي تقدر عليه مثل ما نقول ما تستطيع افعل أحيانا إخواني يكون الإنسان المؤمن مضطرا لمثل هذا لأنه يرى أن جبهة الإيمان والمؤمنين ليست بإزاء وقدرة جبهة الكفار والكافرين أو الظلام والطغاة فهم أمكنوا منا أقوى منا فرضوا أنفسهم على المشهد سيطروا هيمن كحال سيدنا يوسف عليه السلام فهو نبي صديق اضطرته الضرورة لأن يكون واليا وحاكما في حكومة كافرة هل يا ترى عمل على ما كان يتمناه بتمامه أكيد لا لماذا لأنه ربما يقال إنه من المؤكد أن نبيا معصوما يتمنى اقتلاع حكومة الجور كلها ومظاهر الشرك كلها وإحلال مظاهر التوحيد محلها لكنه ما كان مأمورا بذلك حتى يعطينا نموذجا لذلك الذي تضطره الضرورة إلى أن يتعايش مع واقع فاسد مع حكومة فاسدة لكنه يسعى للإصلاح أحيانا حتى فيها قدر استطاعته وهذا ما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام بحكمة عظيمة فصار ضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ فإذا هذا الذي نحن نقول نحن في زمان غيبة وانقطاعا عن إمامنا المعصوم عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن ندعي تطبيق الشريعة والإصابة في ذلك ليس لنا أن ندعي أن حكمنا هو حكم الله صدقا وإنما حكمنا هو حكم الاجتهاد تطبيقنا للشريعة نعترف فيه سلفا بأننا عاجزون عن الإصابة في تطبيقها لو أن هكذا أقررنا وتواضعنا لحلت كثير من الإشكاليات لحل كثير من الإشكاليات في الحقيقة لأنه كثيرا ما تأتي دول أو تقوم حكومات ترفع لواء تطبيق الشريعة غافلة عن أن الذي تطبقه ليس هو الشريعة حقا وإنما اجتهادها في فهم الشريعة ولكنها من حيث إصرارها على أنها إنما تطبق الشريعة فإنها تقضي بسيفها على كل من خالف اجتهادها هذا باعتباره خارجا على حكم الله وحكم الشريعة هذه الظاهرة المقيتة التي نحن نعيشها يعني مثلا نظام إيران الحالي عجل الله بزواله هذا النظام إذا لاحظتم يدعي أنه يطبق حكم الله حكم الشريعة ولكن في أحسن الفروض الآن دعنا عن مظالم هذا النظام دعنا عن مفاسد هذا النظام دعنا عن موبقات هذا النظام دعنا عن طغيان هذا النظام ورائحته الكريهة التي أزكمت الأنوف دعنا عن كل ذلك فلنفرض أصلا أنه حكم لا بأس به أو لا بؤيس به كما يقال يبقى هذا الأمر مثلبة وهو أن هذا النظام يدعي تطبيقه لحكم الله ويقضي على كل من يخالفه في اجتهاده بأنه خارج على حكم الله ولذا تجده يرفع شعار الموت لأعداء أو لمضادي ولاية الفقه هذا الشعار يطرحه دائما يعني يحكم بالموت على من يخالف مجرد نظرية فقهية في أحسن فروضها نظرية ولاية الفقه بالسعة والإطلاق التي اللتاني ذكرهما خميني سواء في كتابه الحكومة الإسلامية أو في أقواله ومحاضراته هذه السعة هذا الإطلاق محل خلاف بين الفقهاء وهو في الحقيقة على خلاف مشهور الفقهاء يعني فقهاء كثر لا يذهبون إلى ما ذهب إليه فبماذا يحكم عليهم بسبب تعنته بسبب تزمته بسبب أنه لا يتواضع ويقول هذا فهمي يتبجح ويقول هذا حكم الله إذن أنت تخالف حكم الله حتى ولو كنت فقيها جامعا للشرائط فأنت مستحق للإعدام أنت تخالف حكم الله لهذا السبب في زمان خميني شهدنا اقتحام عناصره الأمنية لبيوت المراجع ومنهم السيد الروحاني السيد صادق الروحاني حفظه الله هذا أحد الفقهاء بسبب أنه أدلى بحديث صحفي أو إعلامي لإحدى وسائل الإعلام الغربية وأظنها كانت إذاعة مونت كارلو ربما وعبر في حديثي لما سألوه عن ولاية الفقيقة قال نحن لا نوافق ذلك هذا كان في زمان خميني بلغ الخبر خميني فثارت ثائرته فأرسل عناصره الأمنية التي اقتحمت دار هذا المرجع وصوبت السلاح إلى رأسه وهددته ببناته بمنتهى السفالة نعوذ بالله أنه إذا لم تخضع ولم توقع ولم تبايع فإنا نفعل ببناتك أمام عينك هذا حكم الله في نظر خميني طبعا هذه الأمور ترى يذكرها المرجع نفسه في حديث الله وفي بعض مذكراته المطبوعة لكم أن ترجعوا إليها هذه من آثار النفس الطاغية النفس التي تعتبر نفسها على حق وصواب دائما وأن مخالفها مستحق للإعدام لماذا؟ لأنه مخالف لحكم الله جل وعلا والحال أن هذه مسألة ضمن مسرح الاجتهاد فلابد أن تتواضع وتقول إن هذا فهمي لحكم الله إذن هو ليس حكم الله هو حكم الاجتهاد اجتهادك هذا فشوفوا إش قد نقدر نذوب من الإشكاليات والتدافعات والمشاكل إذا ما تواضعنا إلى هذا الحد يمكن أن نقيم دولة تتحلى بالحد الأدنى المقبول به شرعا كدولة النجاشي مثلا كدولة يوسف الصديق عليه السلام مثلا وغيرهما هذا الحد الأدنى المقبول شرعا ونتحرى الشريعة نعم نجتهد في الوصول إلى أحكام الشريعة نعم لكن علينا أيضا أن ننظر إلى واقع الناس إلى واقع الأمم إلى واقع العالم النظام الدولي كل هذه الأمور يجب أن لا تغيب عنها وأن نتواضع من جهة أخرى فلا ندعي أن حكمنا حكم الله ونحن غير معصومين لا يقيم حكم الله سبحانه إلا المعصوم عليه السلام نحن في زمان انقطاع وغيبة فعلينا أن نتواضع الأخ السائل الكريم يسأل يقول لماذا نرى أن الذين أو الدول التي قامت في زماننا تدعي تطبيق الشريعة ما زادها هذا التطبيق إلا دمارا وتخلفا وتقهقرا ورجعية الجواب من شقين الأول أن هذه الدول من قال أصلا أنها طبقت الشريعة فهذا أول الكلام يعني دولة عمر البشير عمر البشير أول ما يجل للدنيا بالانقلاب تعرفون نحن دولنا عادة ماشي على الانقلابات جمع لك أربع دبابات وادخل قصر الجمهوري وسوي لك بيان رقم واحد والسلام وختام والناس تطلع ثاني يوم تهوس لك شعوبنا معتادة على هذا فعمر البشير هكذا فعل جاء إلى السلطة في السودان بانقلاب وأعلن تطبيق الشريعة زين هو من يقول الذي طبقه كان شريعة حقا هو إنما يتبع شريعته ببكر وعمر لا شريعة محمد وعلي عليهما السلام هو ما جعل المرجعية مرجعية أهل البيت صلوات الله عليه هذا أول الكلام فإذا هذه الدول اللي طلعت هو من يقول أنه هذه هي في الحقيقة طبقت الشريعة نظام طالبان كان يطبق الشريعة أم نظام آل سعود أو حتى نظام خميني وخامني وهذا حالهما يعني الشريعة ليس فيها ظلم وإجحاف فالنظام الذي يظلم الناس ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد مخالفتهم لنظريته أو آيديولوجيته في الحكم هذا نظام لا يمكن أن يكون شرعيا حقا فهذه الأنظمة لا يمكن جعلها معيارا يعني لما يتساءل الأخ الكريم ويقول لماذا هذه الدول التي سعت لتطبيق الشريعة وجدناها تتخلف وتتراجع لأنها في الحقيقة لم تطبق الشريعة وما صدق عليها أنها تطبق الشريعة يعني شوفوا لدينا مشكلتان بارزتان هنا المشكلة الأولى تتمثل في فهم الشريعة هل أن هذه الأنظمة والحكومات تفهم الشريعة وأصولها جيدا بشكل صحيح هل جعلت المرجعية لأئمة أهل البيت عليهم السلام هل جعلت المرجعية لفقهاء أهل البيت للعلماء الأبرار الذين هم أعرفوا الناس بما جاء عن أهل البيت عليهم السلام هل رجعت إليهم لا فالمشكلة الأولى البارزة هي مشكلة الفهم فهم الشريعة وأصول الشريعة المشكلة الثانية تتمثل في من عهد إليه تطبيق الشريعة يعني إذا كان الذي عهد إليه تطبيق الشريعة هو نفسه غير مؤهل لتطبيق الشريعة لأنه لا يمكن أن يطبق الشريعة إلا خبير بالشريعة عمر البشير خبير بالشريعة عبد العزيز بن سعود خبير كان بالشريعة مثلا حتى مل عمر و خامنة إذول خبراء في الشريعة هؤلاء ليسوا خبراء في الحقيقة في الشريعة هؤلاء حكام سياسيون نعم ربما يلهج بعضهم بذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وآله ربما يحفظ القرآن ربما يطلع لك القذافي يصلي أضخم صلاة معاصرة جماعية في أفريقيا لما صلاة العيد راح صلى يقولون نصف مليون إنسان مدرج قد صلى وراء وقرأ بهم جزءا كاملا حفظا حافظه ولكن القذافي الذي يحفظ هذا الجزء من القرآن ويصلي هذه الصلاة لما شاء الله هو كان يطبق الشريعة هو خبير في الشريعة هؤلاء ليسوا خبراء خامنة نفسه ليس خبير في الشريعة على رسي عمامه صحيح حافظ لك كلمتين صحيح ربما عنده شيء من الثقافة الدينية والشرعية صحيح لكنه ليس خبير هناك من هو أعلم منه هناك من هو أفهم منه هذا إن سميناه عالما وهو ليس بعالم فبسبب هذا التقديم والتأخير يرجع حال الأمة إلى سفال وانحدار ما دمت قدمت المؤخر وأخرت المقدم يعني عكست ما أراده الله منك فهذه تكون سببا لإدبار الدول لاحظتوا أكون مشكلتين بارزتين الفهم والمكلف بالتطبيق إذا الفهم يكون خاطئا والمكلف بالتطبيق أيضا يكون اختياره خاطئا فهذه من علامات إدبار الدول كما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام وإدبار الدول يعني شون يعني هذا التخلف والضياع الذي أنت تسأل عنه شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول يستدل على إدبار الدول بأربع أربع علامات تضيع الأصول هذا راجع إلى الفهم أصول الشريعة تفهم أنت جيدا لو مضيعها وتحسب أنها أصول الشريعة مثلا تضيع الأصول هذا يؤدي إلى إدبار الدول إدبار الدول يعني شون تصير فيه أفول تضيع تروح تنحدر تتراجع تتخلف يستدل على إدبار الدول بأربع تضيع الأصول والتمسك بالغرور مغتر بنفسه هذا حكم الله اللي خالف أقص راسه قص عرفتوا هذا حكم الله ولا يتفقيع ولا يتفقيه رصبا على اللي يرضى واللي ما يرضى غرور وتقديم الأراذل آي الحكام الأراذل شوفوا أراذل الناس هؤلاء هم المقدمون والأفاضل وين هم مؤخرون وتأخير الأفاضل الأفاضل في بيوتهم مؤخرون ما حديث عنهم هذه من علامات إدبار الدول لذلك نقول أن هذه الأنظمة والحكومات التي ادعت تطبيق الشريعة في زماننا ابتليت بهذه الصفات فما صدق عليها أنها طبقت الشريعة لأنها ما فهمت أصول الشريعة من جهة لأنها تمسكت بغرورها حكامها قادتها تمسكوا بغرورهم من جهة قدموا الأراذل وأخروا الأفاضل من جهة ثالثة نعم سنتم سماحة الشيخ الحبيب وننتقل إلى السؤال الثالث ترجمة نانسي قنقر